اشتركوا في القناة اهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت وتشاهدون في حلقة هذا الاسبوع الحكومة تكشف عن برنامج عمل موسع وتطلق صندوقا سياديا لدعم الاقتصاد المحلي ولجنة الشؤون المالية في مجلس الامة تلغي قانون الوكيل المحلي لتعزيز المنافسة وتخفيض الاسعار وبنك الكويت الوطني يدشن اعلانات نتائج النصف الاول بنمو وارباح وارقام استثنائية اشتركوا في القناة التمويل الكويتي اهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت وتشاهدون في حلقة هذا الاسبوع الحكومة تكشف عن برنامج عمل موسع وتطلق صندوقا سياديا لدعم الاقتصاد المحلي ولجنة الشؤون المالية في مجلس الامة تلغي قانون الوكيل المحلي لتعزيز المنافسة وتخفيض الاسعار وبنك الكويت الوطني يدشن اعلانات نتائج النصف الاول بنمو وارباح وارقام استثنائية هذه الموضوعات وغيرها في عين على الكويت اهلا بكم قدمت الحكومة الكويتية برنامج عملها الى رئيس مجلس الامة وتضمن البرنامج عشرات من المشروعات والمبادرات التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في الاداء الحكومي والى تحسين مؤشرات التنمية والى تحقيق الرفاه للمجتمع وذلك على مدى السنوات الاربع المقبلة برنامج عمل الحكومة الكويتية للسنوات من 2023 حتى 2027 والذي حمل عنوان تعديل المصار تضمن محاول صبغة جميعها بصبغة اقتصادية وتراوحت بين تعزيز استقرار المالية العامة للدولة الى تطوير القطاعات ذات الاولوية مرورا بايجاد فرص للعمل وبناء القدرات ووصولا الى تحقيق الرفاه المستدام والاستثمار في رأس المال البشري البرنامج الذي قدم الى رئيس مجلس الامة احمد السعدون تضمن الكثير من الطروحات والمشاريع الرامية الى دفع عجلة التنمية ومنها دراسة لاطلاق صندوق استثماري سيادي يهدف الى تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي كما تحدث البرنامج عن تدشين مشروعات عملاقة في قطاعات خدمية مثل افتتاح المطار الجديد واستكمال تطوير ميناء مبارك الكبير وتطوير جزيرة فيلكة وربط سككي خليجي وخط سكة حديد بين الكويت والسعودية تحدث البرنامج عن آليات جديدة للاستثمار في أملاك الدولة بما يشجع القطاع الخاص على الانخراط فيها وكذلك ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية كما أشار البرنامج بشكل خاص إلى أهمية إصدار إطار عام للضريبة على الشركات برنامج عمل الحكومة الكويتية هو قطة ضخمة طموحة يحتاج تنفيذها إلى تمويلات ضخمة وإلى جهود كبيرة وخبرات بشرية ويحتاج قبل ذلك إلى توافق مع السلطة التشريعية بما يحقق سلاسة في التنفيذ سيما وأن بعض الطروحات الواردة في البرنامج سبق وأثارت صدامات مع مجال السابقة وساما رشيد سيمسي عربية الكويت ترجمة نانسي قنقر وعلى الجانب الآخر انخرط مجلس الأمة في مناقشات ذات طبيعة اقتصادية من أبرزها موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على إلغاء شرط الوكيل المحلي وهو ما يفتح الباب أمام الوكالات والشركات التجارية العالمية إلى دخول السوق المحلي بدون قيد أو شرط انتصارا لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية التجارية أقرت اللجنة المالية في اجتماعها المنعقد صباح هذا اليوم إلغاء قانون الوكيل المحلي والهدف من هذا الإلغاء هو أن نفتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء الخدمات المقدمة في العمل التجاري الطبيعي أو الخدمات التي تكون من خلال المناقصات الحكومية وأيضا لإنعكاساته المتوقعة إن شاء الله تكون على خفض الأسعار في السلع والخدمات وهذا الهدف وهذا هو المسار والطريق الصحيح إذا كنا نسعى إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة فمن خلال المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة وأهدف من خلال هذا المؤتمر الصحفي أن أجاوب على مجموعة من الأسئلة الشائعة حول هذا القانون وحول هذا الإلغاء وإن شاء الله أني أكون قد أجاوب عليها بقدر المستطاع حسب ما وصلت لي أولا هل تلغى وكالتي تجارية إذا أنا عندي وكالة تجارية مع شركة عالمية هل إلغاءكم لهذا القانون شرط وجود الوكيل المحلي هل معناته وكالتي راح تلغى؟ الإجابة لا عملك سيبقى ساري مع الوكالة اللي أنت متعاقد معها ولكن الأمر أصبح الآن بيد الشركة الأم أنها تكمل معاك كوكيل أو أنها تفتح فرع داخل الكويت وتمارس عملها بشكل مباشر دون وكيل محلي السؤال الثاني إذا أنا ناوي أي بوكالة ما عندي وكالة لكن ناوي أي بوكالة هل يسمح للقانون أن أنا أستقطب الوكالات التجارية؟ الإجابة نعم يسمح لك القانون ولكن أيضا الخيار بيد الشركة الأم إما تتعاقد مع وكيل محلي أو أنها تفتح فرع أجنبي لها داخل الكويت السؤال الثالث بأن ما الهدف من هذا القانون؟ الوكيل المحلي أصلا ملغي والإشارة دائما تكون على قانون هيئة تشجيع لستثمار الباشر تحديد المادة 14 ولجنة المناقصات المركزية في المادة 31 ويجوز أن يكون مغدم العطاء أجنبي الإجابة بأن فيما يخص طبعا قانون هيئة تشجيع لستثمار الباشر هي أنشطة محددة يقررها مجلس الوزراء وليس الأمر مفتوح لأي شركة أجنبية تفتح لها فرع في الكويت ولذلك المشرع اتجه إلى قانون التجارة تحديدا والتعديل يكون في قانون التجارة حتى يكون الأمر مفتوح بشكل كامل لشركات الأجنبية أن يكون لها أفرع داخل الكويت بعكس قانون هيئة تشجيع لستثمار الباشر اللي يحدد أنشطة معينة ويشترط أيضا موافقة مجلس الوزراء فإحنا في هذا الإلغاء توسعنا بشكل أكبر وقر مجلس الأمة أيضا قانون إنشاء شركات المدن والمناطق الإسكانية وتنميتها اقتصاديا وقال النائب عبدالله الأنباعي إن الفكرة من القانون هي التعجيل بإنجاز البناء التحتية لتلك المدن والمناطق فيما ستعمل تشريعات أخرى مكملة على إنجاز الجوانب الأخرى من الملف الإسكاني هناك لقط أو اجتهاد أصبح من المواطنين يعتقدون بأن قانون إنشاء المدن والمناطق الإسكانية هو ترسية مناقصة على شركة وحدة وهذه الشركة سترسي المناقصات بالباطن على الآخرين فكرة إنشاء المدن والمناطق الإسكانية أنه لا يوجد مناقصة نهائية سيتم تأسيس شركة على كل منطقة هذه الشركة تقوم بتقسيم هذه المنطقة وتحمل البنية التحتية وهذه الشركة ستتكفل في وضع البنية التحتية وتشغيل هذه المنطقة وصيانتها بما لا يقل عن عشر سنوات والفكرة منها بأن هذه الشركة هي التي تتولى كلفة البنية التحتية فلا يوجد مناقصة الحكومة لن تتكبد أموال في تأسيس هذه المناطق سيتحمل هذا الشركة التي سيتم تأسيسها التي ستتم تأسيسها المساهمة فيها المواطن والمستثمر المدير والحكومة بكل على حسب حصته وهذه الكيان كامل هو اللي راح يتحمل كلفة البنية التحتية وإعادة تخصيص الأراضي للمواطنين أو بناء المنازل للمواطنين الخيارات جميعها خيارات مفتوحة وسيتسلم المواطنين الفكرة من هذا القانون والأساس من هذا القانون أن نعجل إشكالية البنية التحتية ونوصلها إلى مرحلة بالدالة تصير 18 سنة ممكن نخلص في الفترة اللي نحتاجها للبنية التحتية وهي ما بين السنة إلى سنتين وكنا قد أشرنا في حلقة سابقة إلى أن مقترح قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية في طريقه إلى أن يرى النور والتحول إلى قانون خاصة في ظل أجواء التعاون الحالية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية رغم أن القانون يثير العديد من الانقسام بين مؤيد يرى فيه تسريع لحل قضية الإسكانية ومعارض يرى الحل في أماكن أخرى المقترح النيابي بإنشاء شركات للمدن الإسكانية تحول إلى قانون بعد أن أقره مجلس الأمة في جلسة خاصة والقانون تناول تفصيلا أحكام تأسيس الشركات والدور المنطب بمؤسسة الرعاية السكنية وحصص رأس المال وشروط الاكتتاب وقد مر القانون أملا في وضع نهاية لما عرف بالمشكلة الإسكانية التي طال أمدها وتراكمت مقترحات حلها الهدف منها إسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية الآن نلاحظ بأن المشكلة الإسكانية عندنا تقريبا تعتبر من المشاكل المهمة والأساسية التي يجب أن تعالج لأن هناك فترة التظار طويلة ونعرف بأن القضية ليست قضية أراضي أراضي الحمد لله متوفرة موضوعين أساسيين هم موضوع التمويل اللي يعتبر أيضا برنامج حكومي لازم يكون مستدام لتمويل هذه المشاريع الإسكانية بالإضافة إلى هناك بطء في تنفيذ هذه المشاريع أنا أعتقد اليوم بأن إعطاء الفرصة إلى المؤسسة العاملة الرعاية السكنية بحيث أن تكون لها مجال للتحرك في طرح مشاريع بناء على معدلات فائدة وربحية مناسبة للقطاع الخاص ممكن أن ينجح هذه المشاريع وممكن أن هذه المشاريع تنجح في توفير العدد المناسب من الأراضي والمساكن لتقطية طلبات لدى المؤسسة العاملة الرعاية السكنية المقترح يقضي بتأسيس شركات لبناء المدن الإسكانية وتنميتها اقتصاديا وسوف تتوزع ملكية الشركات المقترحة بين الدولة والقطاع الخاص ويكتتب جميع المواطنين في حصة من رأس المال والأمل من هذه الشركات أن تحقق أهداف تخفيف الأعباء المالية لتطوير المساكن من على كاهن الدولة وأن تسرع من عملية تسليم الطلبات الإسكانية وتأهيل القسائب درسنا كل هذه التعديلات ومن هذه التعديلات انطلقنا قلنا يبا هذه التعديلات مشكلة هاوين قعدنا مع كل المسؤولين المختصين عن تطبيق هذه القوانين اللي أهم أصلا يشكون في المؤسسة يقول لك يبا احنا ما قدرنا ننفذ ما في شركات تقدمت ليش ما في شركات تقدمت وفي النهاية هذه أداة أداة احنا سلبناها للمؤسسة إضافية انجحت انجحت ما انجحت أنت في نظامك القديم الأحقيم اللي مراضي يتحرك ما تغير علينا شيء القضية الإسكانية في الكويت هي عبارة تختصر أحقية كل مواطن في الحصول على بيت خاص به وبأسرته وقد سببت القضية صداعا مزمنا للحكومات المتعاقبة بعدما تدخلت فيها عناصر كثيرة ففيها ضعف تخطيط وقلة أراضي وفيها غلاء وقلة سيولة وفيها مشاكل الرهن والتمويل وفيها حتى تحجيم القطاع الخاص وأخيرا دخل على الخط مجلس الأمة بقانون جديد رغم وجود قوانين كثيرة وتعديلات لم تفلح في زحزحة القضية القضية الإسكانية تحتاج إلى حل أشمل يشمل تحرير الأراضي ويشمل تطوير الأراضي ويشمل تمويل الأراضي ويشمل كذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق السريعة التي تلبي حاجة هذه البيوت هذا القانون يعتبر قانون رئيسي وأساسي لكن يجب أن يكون حقيقة يصاحب مجموعة من القوانين بينها قانون المطور العقاري والرهن العقاري والأهم من هذا كله موضوع تحرير الأراضي نحن نتحدث فقط على تسليم هذه الأراضي إلى المؤسسة العاملة العائية السكنية بل كذلك حقيقة تجهيز كل ما يتعلق في هذه الأراضي من البنية التحتية والشعارع وطرق وما يتعلق فيها من خدمات سواء المستوصفات أو المساجد أو المدارس وغيرها من الخدمات البنية التحتية المطلوبة والقانون المقترح يمنح الهيئة العامة للرعاية السكنية الأدوات اللازمة لاستعجال استصلاح وتأهيل ما بحوزتها من أراضي وزيادة المعروض السكاني بما يتناسب مع حجم الطلبات بعد الفاصل بنك الكويت الوطني يدشن موسم إعلانات نتائج النصف الأول بنمو وأرباح استثنائية هي الأعلى في تاريخي والبنك الأهلي الكويتي يقر زيادة بواقع خمسين مليون دينار في رأس ماله المصرح به بورسة الكويت قصة نجاح المركز العراقة في عالم الاستثمار بيت التمويل الكويتي بورسة الكويت قصة نجاح المركز العراقة في عالم الاستثمار بيت التمويل الكويتي أهلا بكم دشن بنك الكويت الوطني موسم إعلانات نتائج النصف الأول من العام 2023 البنك حقق أرباحا استثنائية هي الأعلى في تاريخي وبلغت مائتين وستة وسبعين مليون دينار عن النصف الأول البنك أيضا قرر توزيع أرباح مرحلية بواقع عشرة فلوس بكل سهل إذن البنك الكويت الوطني يحقق أعلى أرباح النصفية في تاريخه خلال النصف الأول من هذا العام عام 2023 متضمنا أرباحا أيضا مرتفعة وقوية خلال الربع الثاني من عام 2023 مدعوما بالإرادات التشغيلية دعونا نلقي نظرة على ما حققه بنك الكويت الوطني من أرباح في النصف الأول ارتفعت الأرباح بـ 15.8% لتسجل 275 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري إضافة أيضا إلى ارتفاع أرباح الربع الثاني مسجلة 141 مليون دينار ماذا بعد الأرباح المهم أن نتعرف على الإرادات التشغيلية التي جهدت نموا واضحا وتشير بطبيعة الحال إلى قوة البنك لأن الأرباح أتي من إرادات تشغيلية وعمليات مستمرة ارتفعت الأرباح بقرابة 19% خلال النصف الأول من هذا العام مسجلة قرابة 566 مليون دينار ما بعد الإرادات التشغيلية التي بطبيعة الحال أثرت إجابا على الأرباح هناك بعض التأثيرات التي قلصت من هذه الأرباح وهي المخصصات المخصصات التي جنب منها بنك الكويت الوطني حوالي 19 مليون دينار فقط لمواجهة إما القروض المتعثرة خسائر انخفاض القيمة وغيره المخصصات تمثل جانب كبير من الضغوط على القطاع المصرفي ولكن بالرغم من هذه المخصصات التي تم تجنبها إلا أن الأرباح جاءت مرتفعة وقياسية جمالي الموجودات سجل 36 مليار دينار بنهاية النصف الأول من هذا العام أيضا مرتفعا بـ 5.3% المطلوبات كذلك في المقابل ارتفعت بـ 5.3% خلال النصف الأول لتسجل 31 مليار و400 مليون دينار من المهمة ننظر إلى المركز المالي وتحديدا أو من حقوق المساهمين أيضا التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 6.5% إلى 3 مليارات و600 مليون دينار فيما تعلق ببقي الأرقام المهمة هي القروض وارتفاع القروض بشكل واضح خلال النصف الأول من هذا العام بـ 7.1% إلى 21.6% وأيضا قبل ذلك ارتفاع في الودائع بـ 7.1% إلى 20 مليار و300 مليون دينار نشاهد نسبة القروض إلى الودائع أكبر بشكل واضح اللافت هو نسبة تغطية القروض المتعثرة التي تتجاوز 218% في المئة ما يشير إلى قوة أيضا في المركز المالي وعدم تعرض البنك للكثير من الضغوط في حال تعثر القروض ونسبة القروض إلى المحفظة الإتمانية تصل إلى قرابة أو أقل من الـ 2% ومعدل كفاية رأس المال 16.4% وهو أعلى من الحد الأدنى للمستويات المطلوبة وبناء على ذلك أوصى المجلس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني بتوزيعات نقدية بعشرة فلوس لكل سهم بإجمال توزيعات يصل إلى 79 مليون دينار عن النصف الأول من هذا العام إذن الأرباح التاريخية تقود إلى توزيعات أيضا يوصي بها مجلس إدارة بنك الكويت الوطني في نصف أول استثنائي بالنسبة للبنك في عام 2023 كما أعلن بنك بوبيان أيضا عن تحقيق نمو في أرباحه عن النصف الأول بواقع 25% وقال عبد السلام الصالح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات إن نمو الأرباح يعود إلى عوامل مختلفة منها تحسن إرادات الاستثمار وتحسن الأداء التشغيلي وتراجع المخصصات طبعا الأداء التشغيلي يعني يعتبر هو القوة الأساسية وهذا يستند بدرجة أولى حق يعني التواجد المؤثر بالنسبة حق بنك بوبيان في السوق المحلي وحصة السوقية في عندنا عامل ثاني اللي هو الاستثمار في جودة الخدمة وتحسينها وتطويرها وهذا حتى تثبت الجواز اللي حصل عليه البنك يعني ويحصل عليها على مدى العشر سنوات من ناحية جودة الخدمة ودائما هو يتصدر السوق المحلي في هذا المجال عندنا أيضا العنصر الثالث هو يخص تطوير منتجات والخدمات الجديدة سواء كان على قطاع الأفراد أو قطاع الشركات وهذا دائما قاعد يعني يمكننا من نحن نعزز من حصتنا السوقية ورفع درجة رضا العملاء في عندهم بالنسبة للتعامل مع البنك عندنا أيضا العنصر الآخر اللي هو انخفاض في نسبة المخصصات يعني مقارنة بالسنة اللي فاتت انخفاض بنسبة 25% وهذا أيضا ناتج عن الاستقرار أيضا وضع الأسواق بالنسبة لنا حاليا هنا العنصر الأخير ممكن نقول أنه تحسن أداء محفظة السثمار إذا ما قرنت مع السنة اللي فاتت وهي تتأثر بشكل أساسي من ناحية التذبذب اللي صار في أسعار الفائدة أنت عارفها في 2022 كان فيه يعني تغيرات متسارعة بالنسبة حق أسعار الفائدة فكان هذا لا تأثير سلبي على أداء المحفظة أي نعم هي كانت تحقق أرباح ولكن بالمقارنة مع السنة هذه كان فيه استقرار أكثر فهلي لاحظنا أنها كان فيه نمو مقارنة بالستة شهر اللي ضافت أشكرك على هذه الإجابة ودعنا نسلط الضوء على بعض الأرقام التي وردت في البيانات المالية أنا أسألك عن إلى أين وصلت مثلا ودائع العملاء محافظة التمويل الحصة السوقية لبنك بويانو أنا أعلم أنه يهتم كثيرا بالتسلط الضوء عليه بالنسبة لمحفظة التمويل هي حقة نمو بواقع بالنسبة حق المجموعة 6% وبالنسبة حق قاعدة الودائع نموها كان بواقع 9% أما بالنسبة حق كحصة سوقية من ناحية العملاء التمويل حصة البوبيان بحدود الـ 12% كتمويل وبالنسبة الودائع بحدود أيضا 11% ما دمنا تخلمنا عن التمويل والودائع لو بدنا أن أسألك عن أسعار الفائدة نعود مرة أخرى ونقول البعض يراها إيجابي ساهمت في الإيرادات والبعض نظر إليها بمنظور غير إيجابي وقال أنها أيضا قد تجعل البعض يحجم عن الاقتراض كيف استفاد البنك وتأثر البنك بمسلسل رفع أسعار الفائدة هو في المجمل تأثيرها إيجابي نعكاسها على أداء البنك والبنك بشكل عام لكن هذا التأثير الإيجابي ما رح يكون بشكل فوري رح نشوف أو نتوقع أن يكون تأثيرها بالتدريج خلال العام الحالي مع الاستغرار اللي حصل بالنسبة حق أسعار الفائدة مقارنة من السنة اللي ماضية ولكن ممكن نقول أنه بشكل عام تأثيرها عادة أن يكون إيجابي على البنك وافقت عمومية غير عادية للبنك الأهلي الكويتي على زيادة رأس المال المصرح به ليرتفع من 187 مليون دينار إلى 237 مليون دينار طلال بهبهاني رئيس مجلس الإدارة قال إن الزيادة في رأس المال المصرح به تهدف إلى تعزيز رأس المال لدعم التوسعات المستقبلية والنمو المستدام طبعا هي زيادة رأس المال علشان ندعم فيه التوسع اللي رح يصير إن شاء الله معنا وصلنا نبي نزيد رأس المال عندنا مصادر أخرى مثل الـ additional tier 1 وكذا لكن هذه رح تدعم رأس المال الـ CET1 اللي رح نرتفع فيه علشان إن شاء الله يكون عندنا نمو مستمر يعني هي تحديدا لتغطية أي احتياجات مستقبلية لتوسيع رأس المال وغيره حاليا علشان هم ندعم رأس المال الحالي اللي يحتاج زيادة وهم في المستقبل لما نتوسع ويكون عندنا مجال في التوسع طيب الآلية هل يوجد مدى زمني لاستدعاء مثل هذه الزيادة؟ طبعا إحنا راح نستدعي طبعا كل شي راح تسون حسب القانون وعادثا راح يكون أسبوعين تقريبا وخمسة عشر يوم قبل الاستداد التفاصيل إلى الآن لا نشر دعا عنها راح تتم إن شاء الله في الاستقبل بس ناخذ الموافقات ونحدد السعر والتوقيت وكل هلهم موافقات وأنا هنا لا أسأل عن بنك الأهلي لكن كيف تجد البيئة التجليلية وكيف تجد أداء المصارف ونحن مقبلونا على إعلان نتائج النصف الأول؟ يعني النتائج البداية هي زينة لما تشوف في الربع العول كانت زينة وأتوقع عنها تستمر طبعا في مشاريع لازم تقر علشان النمو هذا يستمر فإن شاء الله يعني متأملين أن مع قرار بعض القوانين وزيادة المشاريع وخطة عمل الحكومة التي أعلن عنها أيضا تتضمن العديد من المشاريع طبعا طبعا هو في النهاية كلها في التنفيذ إن شاء الله متى ما بدأ التنفيذ الفعلي في هذه الخطة كل شيء ستتعدى إن شاء الله وبهذا نختتم هذه الحلقة انضموا إلينا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في عين على الكويت بورسة الكويت قصة نجاح المركز العراقة في عالم الاستثمار بيت التمويل الكويتي ترجمة نانسي قنقر